دي علاقة مؤزية لو انا ملاقيتش التقدير والمقابل النفسي مش بس المادي او المعنى النفسي اكيد انا في علاقة مؤزية طيب من البداية كده اعرف ازاي ان انا في علاقة مؤزية بتقزيني وبتقزي حياتي وبتقزي صحاتي النفسية وازاي اقدر اخرج منها ويمكن ده الاهم والاهم ازاي اقدر اخرج من العلاقة دي بامان بسلام فالخروج من علاقة سامة اوعى تفتكروه هين لا بيبقى فيه تعلق شديد وبيبقى فيه تعلق مرضي وبيبقى فيه يعني زي بالضبط الطفلة اللي متعلق بمه موضوع صعب اننا نقطع الحبل السري ده بين اتنين بيحبوا بعض وحد فيهم بيأزي التاني ده موضوع صعب ازاي اخرج من العلاقة المؤزية دي ده موضوع حلقتنا النهاردة وازاي نعيش حياتنا بصحة نفسية كويسة وازاي اختار شريك الحياة مايبقاش مؤزي ومايبقاش توكسك هيكون معانا دقايق بالضبط في الاستوديو الدكتور امجد جابر استشاري طب النفسي اشتركوا في القناة